دلوقتي نعتيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع زملتنا دينا شرف لك دينا شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شددت مصر على مواصلتها العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هذا وأكدت مصر أنها لن تتوقف عن إدانة الممارسات المشينة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها القصف المتعمد لمدرسة تابعة للأونروا بمخيم نصيرات وتنظيم ما يعرف بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير خارجية أنتوني بلينكين سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع الحالي وأوضحت الوزارة أنه في زيارته الثامنة لمنطقة منذ العدوان على غزة سيجري بلينكين مباحثات مع كبار الدبلوماسيين في مصر وقطر والأردن وإسرائيل وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح للوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أنه من المتوقع أن يعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس في خطاب يلقيه اليوم انسحاب حزبه من حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد السابع من أكتوبر وكان جانتس أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيم من الحكومة إلى جانب حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه إذا لم يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو خطة لإعادة المحتجزين وتقديم استراتيجية لليوم التالي في غزة بحلول الثامن من يونيو وبحزب موقع أكسيوس لن تؤدي خطوة جانتس إلى إسقاط إطلاف نتنياهو الذي لا يزال يتمتع بأغلبية 64 عضوا في الكنيست لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحكومة وتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة ومع استمرار مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار استشهد خمسة فلسطينيين في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح الفلسطينية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق غزة مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة عشر آخرين والحق دمار كبير من منزل والمنازل المجاورة وأضافت أن شهيداً ارتقى بقصف لطيران الاحتلال على منازل شمال رفح الفلسطينية هذا وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل الحي الزيتون بمدينة غزة عقب إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليهم وأعلنت مصادر طبية أن هناك عشرات من قسس الشهداء ملقاء في شوارع مدينة رفح الفلسطينية بالإضافة إلى مصابين لا تستطيع التواقن الطبية الوصول إليهم براء استمرار القصف ينظم اليوم ناشطون أمريكيون مؤيدون لفلسطين احتجاجات أمام البيت الأبيض تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل وأعلنت جماعات مناصرة للقضية الفلسطينية ونشاطاء مثل حركة كود بنك النسائية ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أنه من المقرر تنظيم مظاهرات اليوم بمناسبة مرور ثمانية أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية مع انتشار الجوع والضمار في القطع كانت الولايات المتحدة شهدت شهورا من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تراوحت بين مسيرات في واشنطن ووقفات احتجاجية بالقرب من بيت الأبيض إلى إغلاق الجسور والطرق بالقرب من محطات القطارات والمطارات في مدن متعددة ومخيمات في العديد من الجامعات أعلنت القيادة المركزي الأمريكي أن قوات الحوثي أطلقت على مدى 24 ساعة منصر ما أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر وأوضحت القيادة المركزي الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت زورق استطلال قوات الحوثي في البحر الأحمر مشيرة إلى أنه لم تبلغ أي سفن أمريكي أو تجاري أو تابع عن وقع إصابات أو أضرار ورياضيا استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة غنيا بيساو الأثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكان منتخب مصر خاض مباراة أمام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعينة 2-1 ليتصدر منتخب مصر المجموعة براصيد 9 نقاط بينما احتل منتخب غنيا بيساو المركز الثاني براصيد 5 نقاط ثم بوركينا فاسو ثالثا براصيد 4 نقاط ثم إسراليون براصيد 4 نقاط وإثبيا خامسا براصيد نقطتين وجبوتي في المركز السادس والأخير بدون نقاط ختم ممجات الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي في قراءة صباح الخير يا مصر